بسم الله الرحمن الرحيم اشتركوا في القناة بشكل كافي في البرامج ولكن خلينا النهاردة نقول ان احنا نسلط الضوء على طاقة امل جديدة هتتفتح لنا الفترة الجاية هنتكلم عن اعاقة بلا بطالة اعاقة بلا بطالة هي مبادرة هتهتن بزاوي الاحتاجات الخاصة او زاوي الهمم من خلال رعاية وتدريب وتأهيل وتوظيف زاوي الاحتاجات الخاصة ولكن هنعرف طبعا ايه فكرتها وايه المضمون بتاعها وكل حاجة عندناها تفاصيل كتير اوي واسئلة كتير اوي هنعرفها مع بعض ولكن خليني في البداية ارحب بداية في دكتور خالد صدقوي اهلا بك فان اهلا وسهلا فان اهلا وسهلا اممكن النهاردة عايزين ناخد يعني نقدم حضرتك بشكل مختلف ومش عايزة انا اقدم عايزة حضرك تبتدي تعرفنا مين هو خالد صدقوي بسم الله الرحمن الرحيم اشكرك اشكرك انا اسمي خالد صديق امر الله استشاري التأهيل المهني واعداد الحقائب المهنية لولادي ذو الاعاقة انا اشرف اللي انا مدير مركز مدير قسم التدريب المهني بمركز نداء الامل بجدة وقابليه كنت مدير برضو قسم المهني بمركز امل جدة ومستشار لعدة جهات من حيث التأهيل المهني والاستشارات وطبعا انا شغلي كله في المملكة العربية السعودية بلد التاني واسمحوا لي انوه بس براكراف كده دقيقة على فضل بعض الشخصيات في المملكة العربية السعودية اللي اكسبتني المهارة والخبرة والصدق بداية الاستاذ حسن حلواني هو المتبناني وهو والد الروحي في المجال واو رسالة ماجستير عن التوحد في المملكة وسعادة الدكتور واصف كابلي رئيس مجلس ادارة مركز نداء الامل وشركة الكابل القبضة والاستاذ حسد والاستاذ احسان صالح طيب ووكيل وزارة الشؤون الانتماعي السابق والمجموعة دي كده لهم كامل الاحترام والتقدير طبعا طبعا احنا فلسفة المركز فلسفة مختلفة شوية عن المراكز الأخرى احنا بنهتم بالتعديل السلوكي من خلال العمل فيه اقسام تانية بتهتمل طبعا بالعلاج الوظيفي والعلاج الطبيعي والتأهل الرياضي لكن انا من خلال الورش البيئية المحمية المهنية بنقدر نعدل من سلوك الابن ده بنحوله من طاقة سلبية وممكن عالة على الأسرة ومسبب مشاكل لنفسه أولا وللي حواليه بنحوله للطاقة وبالعكس كمان ده احنا بنخليه منتج وإيجابي تمام وفي المجتمع ودولته تمام يا فن وسبحان الله يعني الحمد لله رب العمين في المملكة العربية والسعادية السياسة برضو بتاعتهم كدولة بتشجع أن الأولاد الذوي الأعاقة يتوظفهم من خلال بروتوكول تعاون ما بين المراكز التدريب اللي زي احنا وصندوق تنمية الموارد البشرية بالإضافة كمان للشركة الموظفة وبيعتبرهم أن الابن المعاق السعودي عشان يحقق نسبة السعودة باربعة سعودي فده بتزبط معاه في التوظيف وكده أعتقد أن دي الفكرة أو خلال شغلك في المركز أو حيلك بفكرة مبادرة إعاقة بلا بطالة عايزين نعرف بقى إيه فكرة إيه إعاقة بلا بطالة إعاقة بلا بطالة هو جات مستوحاة من الشغل اللي عملته في المملكة احنا أهلنا بفضل الله سبحانه وتعالى أهلنا ودربنا ووظفنا عدد 134 ابن في شركات القطاع الخاص في مهن تتناسب مع طبيعة عاقتهم وتتناسب مع احتياجات الشركة الشركات الموظفة وأنا بفضل الله عشان أبلور المفهوم ده طبعا ما جاش في يوم وليلة يعني جعل مرضي مثلا أربع خمس سنين فأمت جايب طبعا قوانين لايحة القوانين في مصر الدستور المصري الخاصة بزاوي الإعاقة واللايحة بتاعة المملكة العربية السعودية وقرنتها كمان بجامعة شروفة اللي أنا تتلمسة تحت الدكتور من خلال ورش عامل عملها في المملكة الدكتور جوردون أنجوس جامعة اسمها راسك ميل في إنجلترا ودول يعني يعتبر من أهم الجامعة دي من أهم ومن أقوى الجامعات المخصة بالتعدل للسلوك بالعمل فكرة المبادرة دي طبعا أنا خلينا الأول قبل من ندخل في فكرة المبادرة عايزة أعرف إيه الدافع اللي خليك تهتم بالقضية دي من الأساس بصراحة أنا هو أساس حسن حلواني في البداية يعني هو صاحب ومدير مركز أمل جدة في الأول خلص من خمستاشر ستاشر سنة أنا لقيته وعمده وكان من ربنا إداله منحة جميلة اللي هو كان من الدول إعاقة وشفت زوجته اللي هي أمي برضو اسمها أم حسن ولقيت إن العلاقة ما بين عم حسني وزوجته وأولاده احتضنونه كلهم وبصراحة بحسيت إن أنا بقيت واحد من الأسرة منهم ومحسيتش ولا حد حسيتني بهم بالعجز إن مثلا فيه مشكلة مثلا عند عم حسني أو كده لا بالعكس كان عم حسني ده هو مصدر الطاقة الإيجابية لكل من حواليه خلينا نقول إن علاقتك الإنسانية بأستاذ حسني هو اللي حبيبتنا في المجاه هي ولدت عندك شعور إنساني تجاه القضية اللي بتدفع عنها دلوقتي طبعا فندم طبعا فندم على فكرة إحنا ممكن من خلال نستثمر الأولاد دول أنا بعد إذنك أنا بقولهم أولادي وكلمة الإبن في حد ذاته له معظة خاص لأن الأب ما بيحبش حد أحسب منه في الدنيا ألا إبنه فاسمحيلي أقول لدول أولادي أكيد طبعا وفعلا أنا صادق في الكلمة دي يعني ونفسي أخدم أولاد اللي في مصر ونفسي الناس تهتم بالمفهوم المجتمع يا فندم للمبادرة اللي أنا عاوز أعملها نتكلم عن فكرة المبادرة نفسها دلوقتي كل المشاهدين اللي بيشوفونا دلوقتي عايدين يعرفوا المبادرة دي عبارة عن إيه بالضبط؟ المبادرة دي يا فندم عبارة عن طلب محاور رائسية أنا بحكم شغلي وبحكم اختلاطي بالعمل في خلال سنوات كتير وجدت اللي فيه بعض القصور وليس كل القصور فيه اكتهادات من جميع الناس وكل الناس كويسة بس لقيت بعض القصور بالنسبة لمجال التأهيل المهني فأول اقتراح اقتراحته وأول محور من محاور المبادرة هو إعداد أكبر خلينا برضو نفهم الناس يعني إيه تأهيل المهني؟ هو إعداد الإمن وفقا لأساليب تدريبية معينة ليكون صاحب مهنة أو صاحب هواية حرج شفت إن ده بيتنفذ من خلال ثلاث محاور لا ثلاث محاور طبعا بس متشابكة ببعضها المحور الأولاني اللي فيه قصور إلى حد ما كبير في عدد أخصائي التأهيل المهني على مستوى الوطن العربي وليس مصر فقط بمعنى إن أنا قد كمدير للموقع ما عنديش أخصائي مثلا لمادة الطباعة ما عنديش أخصائي لمادة النجارة ما عنديش أخصائي للفنون التشكيلية أنا عندي واحد محترف باللغة الدرجة كده يعني صنايعي فني بجيبه وخليه نفذ الخبرة قدام الأخصائي اللي هو خريج أصلا كله التربية خاصة أو علوم الإعاقة والأخصائي بيصيغ الخبرة اللي عملها الفني بشكل أكاديم بس طبعا الموضوع ده كان بسبب لي مشكلة يعني أنا عشان حتى في التكاليف بتاعت الإدارة الموقع وكده أنا عندي يبقى واحد بقسيمه قسمين وفي نفس الوقت غالبا يا فندم أنت حضرك مثلا بتحبي مهنة الطباعة غالبا ما بابنك اللي بيجي لك القسم بتخليه متدرب طباعة لأن أنت بتأثر عليه بالميل بتاعك للمهنة اللي أنت حباها أو اللي موجودة متاحة لديك لكن أنا بفكرة إعداد الأخصائيين أو إعداد أكبر قادر من الأخصائيين هنعمل عشر مهن والعشر مهن دي هيتم دراستها بشكل أكاديمي مع مختصين جماعيين وأخصائيين تدريب مهنة قائمين بنشتغل وهنعمل عشر حقائب تدريبية حقيقية وكل الخريجين الجديد هناخدهم لمدة ست شهور تدريب كامل يخرج من بعدها وفقا لبروتوكول هيتم بشكل قانوني مع الجامعات أو المعاهد المنحة للشهادة وهنخرج من خلال الموضوع ده أخصائي إكسبريشن جديد اسمه أخصائي التأهيل المهني يكون قادر على إدارة الورشة أو الورشة المهنية بأسلوب أكاديمي بحت تمام؟ تمام التاني نقطة في فكرة المبادرة هو تدريب أكبر قدر من ولدنا ده والأعاقة على المهن المتاحة ولتكن عددها عشرة يعني إحنا مش هنبقى مغاليين أوي ممكن نفتديب عشر منها الأول ربنا يعينا بعشر والمهن ده على فكرة حديثة جدا وتتناسب السوق السعودي وتتناسب السوق المصري وتتلاقى مع طبيعة الأعاقات أنا تركيزه كله عشان بس نحدد الشغل تركيزه كله على الأعاقات العقلية البسيطة والمتوسطة والتواحد والدم نخش يا فندي هو قريدي فيه مراكز قايمة وكلهم بيجتهدهم حديك عايز تعمل فكر جديد أيوة يا فندي اللي موجودة حاليا نحن طبعا ما نقدرش بأي حال من الأحوال نبخي اسم المجهودهم وجزاهم الله ألف خير بس في حضرتك حاجة دلوقتي أنا برضو وجدتها يعني أنا مركز سين عند الحقائب التدريبية بتاعتي تمام مركز صاد عنده حقائب التدريبية بتاعته طب أنا واحد مثلا أنا عاوز أطلع مثلا أنا رجل مثلا أخصائي أو رجل شغال في الموضوع ومحب للموضوع عاوز أعرف المناهج دي طب إزاي المناهج دي طب إيه يعني أو المناهج دي مفيش يقول لك أنا ده حاجة خاصة به وسرية المعلومات ده علم يا جماعة العلم اللي احنا نوهبه للناس والناس يستفيد منه ونعدل عليه يعني أنا وما قطيتهم من علم إلا قليل فأتمنى يا رب أن يبقى فيه نموذج أو سكاجوة العام للأخصائيين لكل المهن وكلنا نشتغل عليه ونعدل عليه كمان يعني نفتح مهن وإيه المنع اللي أنا أغلط وحد يصلح لي وإيه المنع اللي أنا الطلامة احنا بنخدم قضية وبنخدم ولادنا أهم حاجة نحن نوحد المناهج الأول تمام التدريبية حسب طبيعة العاقة ودرجة عاقة لكل ابن خلصنا ده تمام دربنا وبقينا تمام وإيه وعملنا ده من الحقائب التدريبية في كل مؤستاذ طيب صح كده؟ المشكلة اللي بتقبل بقى كل أب وكل أم وهو إزاي الابن ده يتوظف وهيعيش حياته إزاي في مشكلة لكل أب وأم يعني أنا أموت دلوقتي ابني من دول الاحتياجات الخاصة وبالذات لو كانت أعاقات عقلية يعني هيا الدنيا هتعمل في إيه؟ طبعا ربنا موجود سبحانه وتعالى وهو أحسن وأفضل بس برضو احنا بشر ودائما ممكن أننا في حالات بتصاب بأزمات نفسية واكتئاب نتيجة نظرتهم لمستقبل الابن ده يا جماعة التأهيل المهني والتوظيف هو الحياة الجديدة لابننا المعاقة يا جماعة الإعاقة ممكن نخليها طاقة إيجابية نعد البهس لك الابن ويستفيد ويبقى قيمة مضافة للمجتمع وسيدي فخامة الرئيس عفتاح سيسي ربنا يحفظه يعني مهتم بالملف ده جداً وفي نفس الوقت يعني ساعات الرئيس أحلى حاجة في إيه من وجهة نظرك يمكن اللي شفناه إنه هو ابتدى يهتم شوية بذوي الإعاقة تمام أنا ليه وجهة نظر تانية أنا ساعات الرئيس واقعي في كل حلوله ودايماً بيبقى على أرض الواقع وبيتمتع بالشفافية ودي اللي أنا بحاول أتمنى يا دكتورة يا أستاذ رانا اللي إحنا ما نخبيش على مشكلتنا لا إحنا نواجهها بشكل منطقي وبشكل علمي معلش إحنا صحيح إحنا ممكن ضعاف دلوقتي عندنا نقص في الإمكانيات دلوقتي مش مهم بس الأول نقف عن نقاط الضعف والقويه ونقف عن نقاط القوة اللي بتميزنا ونبدأ ننميها ولا أنت رأي حضرك إيه؟ لا صح طبعا حديدك شايف إنه سيادة الرئيس واقعي علشان ركز أو عمل صلة الضوء على دول إحتياجات الخاصة طب حديدك شايف إنه فيه تغيير حدث مثلاً خلال من وجهة نظرك الخامس سنين مثلاً اللي فاتوا إيه اللي حصل قبل كده وإيه اللي حديدك شايفه دلوقتي طائمة أنا يعني أنا أنا يكفي بس إن ساعات الرئيس يقف على المسرح ويبقى مؤمن بالرسالة ديت وأنا عفكة تعاونت مع بعض الشخصيات هنا في مصر ومن ظنهم مثلاً الدكتورة هل عبدالسلام ده أنا يعني بعيدة عن الموضوع أنا رحت الحرم وأنا طبعاً في السعودية ودعت لها اللي هي تبقى وزيرة مش عارف إزاي بس ليه لأن حسيت اللي هي مؤمنة بالرسالة قوي وزيت ما تحسهاش أصلاً سيدة مكتب لأنا أقول لما بتابعها أقوالها طبعاً على الفيسبوك قال لها في الموقع الفلاني الموقع الفلاني الموقع الفلاني بتقعد في المكتب دي إمتا أنا مش عارف دي نقطة النقطة التانية الدكتور عدل عبدالله عميد كلية تعلم الأعاقف الزازية طبعاً على المكان دي والدكتور أهاب الببلاوي أنا حاسس اللي فيه فكر وزمالف الجروبات على مستوى يعني كوكب التربية الخاصة والدكتور عيد البجرامي والدكتور أيمن عرندس الناس اللي أنا بتابعهم يعني أنا بتكلم يعني بالخصوص ليه لأنني أنا حاسس اللي فيه توعية مجتمعية بس للأسف بالنسبة للتأهيل المهني ده اللي نقص وده اللي مطلوب دلوقتي الإبن دلوقتي يا فندم بعد 12 سنة ولا بعد 18 سنة هنعمل به إيه؟ هنروح به فين؟ إحنا يجب نأهله دلوقتي الوظيفة لمهنة يقدر يأكل بقى لأمة عيشه يحس اللي هو قيمة مضافة للمجتمع أكيد يمكن ده الحراك بتسعى دلوقتي من خلال المبادرة أنه ويحصل التوظيف بقى بفضل الله سبحانه وتعالى إحنا دلوقتي يعني أنا بصدد عمل أو تأسيس مؤسسة خيرية بحاول تكون اسمها صانع الأمل المؤسسة دي تهدف لمفهوم أنا بس التخصص في المجال مخصوصة في التأهيل المهني فقط ده هو الإعاقة مش هتدخل في المجالات التانية لأن أنا مليش فيها هتركز في التأهيل المهني وده إن شاء الله يبقى معيارة النجاح وإن شاء الله هنحاول ناخد قطعة أرض ومن هنا بقى ناشد فخمة الرئيس النهائي على مبادرة دي مبادرة رئاسية وتحت إشرافه وناخد قطعة أرض وأنا وعد من إن شاء الله رب العالمين في خلال سنة سنة ونصف هنجهز الأكاديمية الأكاديمية تصنع الأمل دي وهتبقى متخصصة للتدريب الأخصائيين والتدريب لأولادنا ذوي الأعاقة وتأهيلهم وكذلك هيبقى فيه شركة ملحقة بالأكاديمية دي أو المؤسسة دي خاصة بتوظيف ذوي الأعاقة وعلى فكرة أنا بقى بص خارج الصندوق وإن شاء الله مش هنحمل الدولة يعني أعباء كثير خلص يعني حاجات بسيطة إن شاء الله رب العالمين من حيث إيه؟ من حيث أنا مش ههتم عفوا يعني طبعا هم الصحة هم الأقوى مش ههتم بالخمسة في المين اللي هي المفروضة على شركات القطاع الخاصة فد أنا ههتم إلا أنا أعمل فلسفة جديدة للتوظيف أول فلسفة هي فلسفة التسكين وفلسفة تانية توظيف المباشر فلسفة التسكين يعني حضرتك دلوقتي صحبة مصنع أو خط الإنتاج ومؤمنة بالرسالة والقضية تمام؟ حضرتك تقول لي يا عم خالد تعالى أنا عاوز أوظف أولاد من ذوي الأعاقة ههتمل إياه فندا أنا أجي أوم درس خط الإنتاج وأعرف النقاط اللي ممكن أولادنا يتسكينوا فيها وأبدأ أعدلهم برنامج متخصص تدريبي لمراحل الإنتاج اللي إحنا سكنناهم فيها وناخد هم هيبقوا طبعا متوظفين طبعا من بداية فترة التدريب يعني الشركات الخاصة المدربة الشركات اللي هي الرعاية للتدريب هتبقى موظفة مقردية وهناخد إحنا قيمة التدريب دي وبإذن الله رب العالمين في خلال ستة شهور أو حسب المدة اللي هيتم الاتفاق عليها مع الشركات هيتم تسكينهم فيه وهيبقى فيه متابعة من ناحيتنا أكيد بالمناسبة دي برضو عايزين نحرك كنت تكلمت معي في الكواليس على استمارة لأن الوقت معنا الأسف قرر بيخلص عايزين نتكلم على استمارة الميول اللي هي تحديد ميول المعاقب المعاقب تعرف يا أستاذ الله أنا أنا مبسوط بك لأن بسم الله ما شاء الله زهنك حاضر وملمة بالقضية وصاحبة رسالة النقطة اللي أنا كلمت مع حالك فيها بس ما استفدتش قوي كان فيه مقياسين للميول المهنية المتبعا على مستوى الوطن عرب مقياس الدكتور إوسف عيد والدكتور الأشوال وطبعا أنا دول أساتذيتي واستقبت منهم العلم فأنا حاولت ما عملتش بقى مقياس لأن أنا برضو مش راجل بشكل أكاديمي زيهم لأن حاجة كبيرة هم يعني فعملت استمارة استمارة الميول المهنية المطورة قائمة على برضو نفس خدت من المقياس ده حاجة ومن المقياس ده حاجة وهركت بس المهن بقى حديثة مهن متطورة يعني أنا عامل مهنة مثلا لأولادي اللي عندهم شلل دماغي السوشيال ميديا والتصوير بصباح أنا شفت أولاد من أولادي رائعين حدريك جربت ده على أرض الواقع فعلا كل دي وحتى الصور بتاعت الاستمارة فندم من أولادي وخدت موافقات من أولادي أمورهم والحمد الله أولادي أنجازهم يا فندم حدريك خلال عمل الاستمارة دي حدريك خدت أراء مثلا خلينا نقول ناس من إعاقات مختلفة مع وجهة نظر حدرتك مع الأبحاث الأكاديمية اللي جفت منها حدرتك الكتاب اللي أنا عامله اللي هو التأهيل المهني من المنظور الأكاديمي وتطبيق العملي ده أنا عادت أشتغل فيه أربع سنين عشان بباني المحاولة والخطأ وقدت بفرض فرضيات وأبدأ أشتغل عليها فندم وللأسف ساعة بتفشك وعد من أول وجديد وبعد ما خلصت الكتاب رجعته عند أسدف ومستشارين للوزارة متخصصين في المجال فيه طبعا واحد معظمهم يقولك احنا مش فنيين بس بيبنظروا من ناحية الأكاديمية بس وطبعا أنا الحمد لله معايا القسم الجزء المهني المحترف فيه فبفضل الله سبحانه وتعالى أنا الكتاب ده لقى قبول لدد أخصائيين التأهيل المهني عام لأن أنا شملت فيه فرضيات الإخلاق وسائل الأبن والسلامة المهنية الاستمرارات التقييم القبلية وأثناء والبعدية واستمرارات الميول المهنية وفن التسويق والبيع المبسط لابننا من خلال نظرية التبادل الأدوار وبين نظرية العصف الزهني تمام؟ تمام تفضل يا فندم كمين للأسف عشان وقتنا خلص كان نفسي أن نستفيد أكتر ونتكلم عن المبادرة أكتر نتمنى أن الفترة الجاية المبادرة تحدث تغيير كبير جدا وأنها تأثر فعلا في تغيير الوعي المجتمع لكل المصريين مش مصر بس كمان على مستوى الوطن العربي أنا بشكر حضراتك جدا أنك كنت معي نهاردة وشرفتني بوجود حضرتك أستاذة رانا أنا أنا النهاردة الحياة بصراحة يعني خلتني أشعر أن فيه أمل من خلالك أشكر حضرتك بصير ويا رب إلى الأمام وسدقيني أنا خدم القضية بشكل كبير جدا إن شاء الله نتمنى التوفيق لحضرتك ولكل الناس اللي قائمين على المبادرة ربنا يحفظك يا فندم بشكر حضرتك شكرا جزيلا وبشكر لكل مشاهدين على حسن المشاهدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته